اشتركوا في القناة اول سباقات الفورميلوان في المنطقة وساهم برؤيته الثاقبة في جعل البحرين موطنا لرياضة السيارات تتوالى الانجازات الوطنية في ظل المسيرة التنموية الشاملة لتصل الى العالمية ومن ابرز هذه الانجازات استضافة الحدث الرياضي الابرز على الرزنامة العالمية وهو سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلوان كجولة افتتاحية في تقويم موسم 2024 والتي تحتضنها حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الاوسط مملكة البحرين استطاعت من خلال هذه الرياضة استغطاب انظار العالم اجمع وذلك بفضل الرؤية الطموحة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء لتعزز هذه الرياضة من مكانة المملكة على ساحة الدول الجاذبة للبطولات العالمية وتظهر ما تتمتع به من قدرات كبيرة وانجازات تنموية في مختلف المجالات الرؤية الطموحة والنيرة لسمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء ودوره الحيوي في ادخال رياضة ذات طابع عالمي الى مملكة البحرين هو ما جعل العالم يترقب اليوم ويتابع عن كثب هذا الحدث الرياضي المميز بمختلف التفاصيل الجهود الدعوبة من قبل سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء لتطوير المنظومة الرياضية حققت نتائج مبهرة على ارض الواقع وقدمت مملكة البحرين كاحد اهم المحطات المنظمة لهذه البطولة العالمية في منطقة الشرق الاوسط دعم لا محدود ومساندة مستمرة من سموه لفريق البحرين جعلهم يقفون كالبنيان المرصوصة مواصلين عملهم على اكمل وجه لتنظيم هذا الحدث العالمي عاكسين بذلك صورة المملكة الحقيقية ليظهر السباق وفق اعلى المعايير ان استضافت مملكة البحرين احدى جولات بطولة العالم لسباقة الفورميلوان وضعها ضمن نخبة من الدول لتشكل منظمة دولية في تحفيز النمو الاقتصادي والسياحي في مملكة البحرين وفي منطقة الخليج العربي ترجمة نانسي قنقر